السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم محمد خيال ودرس جديد من دروس برنامج انزاين في الدرس اللي فات اتكلمنا عن الماستر بيتج وعرفنا ايه هي الماستر بيتج وزي نعرف نتعامل معها وزي نعمل اكتر من ماستر بيتج بما اننا قلنا ان الماستر بيتج اي حاجة بتنزل فيها فهي بتتطبق في جميع الصفحات الاخرى معنى كده ان انا اقدر ارقم المستند اللي عندي وبما اني هشتغل على كتاب او مجلة او حتى بروشور متعدد الصفحات اي شغل انا متعدد الصفحات وطبعا لازم ان انا ارقم صفحات انا رجيت عندي زي ما قلنا انا المستند زي ده او ملف زي ده في 280 صفحة فبالتالي حاجة زي كده مستحيل ان انا ارقم صفحة صفحة بطريقة يدوية فهنا بيجي وظيفة للماستر بيتج فانا هروح زي ما قلنا ازاي نوصل للماستر بيتج موجودة عندي فوق هنا هضغط عليها دابل كليك هتوديني للماستر بيتج طبعا الدرس اللي فاتح نعملنا في الماستر بيتج كلمة دوان شاعر واللاين اللي تحت ده من الصفحة نحية اليسار او نحية اليمين عفوا طي فيه كان حد سأل هل بس اقدر معرفش اخد اي عنصر من صفحة تانية وانقله هنا في الماستر بيتج طبعا عادي جدا تعالوا نجرب مع بعض ولكن انا اروح للصفحة العادية تماما بتاعت ايديس اول صفحة هاخد وليكن الاسم ده كنترول سي او كماند سي انا واخدها من الصفحة العادية وهروح للماستر بيتج اللي هي نحية اليسار دابل كليك واعمل كنترول في عشان انقلها بقت موجودة معايا وتعالوا اخد اللاين ده هو هو انا عايز انسخه على الصفحة دي طبعا انا اضغط دابل عشان اظهر الهوامش بتاعتي عشان اعرف انسخ واضغط هنا مع Alt مع Shift واجي هنا كده عشان انسخ اللاين ده طبعا اعمل محاذات اوتوماتيك معايا وتعالوا اخد الكلمة دي ممكن معاك سلا اخليها اتشاف فيها بتاعتها وليكن كده وتعالوا اصغرها وحطها في الصفحة دي عادي جدا فانت بتاخد اي عنصر من اي ملف او من اي صفحة عادية مفيش مشكلة وتتعامل مع الماستر بيتج عادي جدا نشتغل فيها بدون اي مشاكل فاصبح ان انا عندي الحاجة هتبقى بالمنظر ده انا عندي طبعا بالنسبة للرؤية يا جماعة بالنسبة للفيو انا بص ان اضغط هنا طبق على الصفحة جاب لي الصفحة بالمنظر ده فانا هاضغط دلوقتي على ايه هاضغط على Command أو Control زائد خرف او زائد زيرو فهيجب لي الصفحات بتاعتي بالمنظر ده اللي هو هيعمل لي في التواج لصفحتين مع بعض عشان اشوف الرؤية طيب ده بالنسبة للماستر بيتج انا حطيت هنا كده حطيت هنا كده بالنسبة للترقيم ازاي ارقم مقال لك الموضوع سهل جدا جدا في الانتزاين انت دلوقتي عايز تعمل ترقيم لجميع الصفحات اللي عندك ترقيم طبعا فانت هتيجي على اداة الستيكست هنا اللي هو الحرف T وطبعا دي هنشرحها فيما بعد بالتفصيل وكل ما ونالك ان انت بعد ما تضغط على اداة T هنا الانتزاين ما تعرفش تضغط وتكتب على تقول لازم تضغط وتسحب بالمنظر ده عشان افتح كتلة نص بعد كده انت فتحت كتلة نص عندك بالمنظر ده اهو خلينا اكبرها بعد عندي كتلة نص بالمنظر ده تعكد طبعا ان الم الكتابة او التكست جوه بالمنظر ده وتعالى روح لقيمة طيب وبعدين عندي حاجة اسمها insert special character بعدين markers بعدين current page number احفزوها واحفزوا الاختصار بعد كده اختصارها كل الاختصارات اللي في الكبورد يعني هتضغط مع control مع shift مع alt مع حرف ال end ctrl shift alt حرف ال end او command shift alt حرف ال end بعد كده بضغط عليها بيجيب لي حرف ال a اللي انت شايفينه حرف ال a هو اتنشأ اوتوماتيك انا ما كتبتش حاجة طب منين جاب حرف ال a وليه حرف ال a حرف ال a لان انا دلوقت شغل على الصفحة ال a master فكتب حرف ال a لو انا كنت شغل على الصفحة او على الماستر بيجي ليع بي ماستر كان كتب حرف ال a ال b فمعنى كده ان انت تقدر شغل دماغك في الحتة دي تقدر ان انت تعمل اكتر من ترقيم لا اكتر من صفحات ممكن انا احتاج ان انا ارقم من واحد لحد عشرين تبع ال a master وعايز ابتدي ترقيم تاني من صفحة رقم مثلا عشرين بس تاخد رقم واحد تبع ال b master وخصائص ال b master راح نتكلمنا فيها الدرس اللي فات فا اصبح ان هو هنا كتب لي حرف ال a بالمنظر ده خليني ارجع ctrl z لان اقول لك الاختصارات الاخرى اللي تقدر بها ان انت تعمل ترقيم بدلا ما اروح لقائمة type و insert special character و marker وبعدين current page number ممكن بمتاع سهولة بعد ما انت عملت كتلة الكتابة اضغط click يمين من الماوس وتعالى هنا هتلاقي نفس الامر عندك ها insert special character بعدين markers بعدين current page number نفس الموضوع وطبعا برضو عندك موضوع الاختصار احفظ الاختصارات دي هتسهل لك الموضوع او ان انت كليك مين زي ما عنا دلوقتي وتختار كده هيطلع لي حرف ال a بالمنظر ده طيب دلوقتي تعالى نروح لشوف الصفحات بتاعي وهل تطبق فيها الترقيم ولا لا انا دلوقتي عايز اروح للصفحة رقم كام صفحة رقم اثنين ايه هاضغط عليها double click هلاقي بالفعل ان الصفحة اترقمت بقى رقم اثنين معنى كده ان في الماستر بيت مش هيكتب لك الرقم هو بس يكتب لك حرف ال a وده دليل على ان هنا يبقى فيه ترقيم و لكن الترقيم بيبقى فين اكتب من الاصفحات لو ايجاب للصفحة اثنين لا تضع الترقيمbula اولت يذكر الترقيم الكتاباء اذا تضع لصفحة Twitter دفع ضعك الكتاب اولتك بالصود و اولتك بالصفحة لأكل صفحة اثنين كالصفحة رقم 20 هلاقي الترقيم وهو ترقيم طيوب الي sampai الترقيم دبقى أن الترقيم جاي عربي انا عايزه يا انجليزي انا عايزه خير فونت الترقيمي او شكل الرقم ده مش عاجبني وفي نفس الوقت برضو انا عايزه اخليه لون معين بدل الاسود اعايزه اخليه احمر جري عايزه اعمل له جواديره عايزه اعمل له جواديره اي شكل بمعنى ده يبقى انت لازم برضو ترجع للاماستر وتعدل فيه اللي انت عايزه وانت هتتعامل مع الاماستر على اساس ان الكتلة النص دي كتلة عادية جدا يعني اعمل دابل كليك كده نرى بالمحاذاة في المنتصف سيكون في المنتصف على المنتصف اضطر القتلة في المنتصف لديه هنا المنتصف اضطر الترقيم هناك انه يجب ان تغيير الان اغير الرقم او لون وتعامل مع الترقيم او تغيير الالوان ممكن بردو اضع مؤشر الكتابة هنا وقلق من مين ثاني و اضع الاداق و اضع مداشد ممكن اضع مؤشر الكتابة هنا قبل حرف A ولم تضع الهدف فالرقم يبقى في المنتصف هنا وليس معنا فقط انت ممكن ان تعمل اي شيء ممكن اعمل خط بالمنظر ويبقى الترقيم معه ممكن اعمل دائرة بالشرط يعني ممكن يبقى الترقيم بتاعي داخل دائرة فهرسم دائرة بالمنظر ويبقى الترقيم بتاعي هو اللي جوه نروح نبص كده فاي حاجة انت اعملها ما عندك مشكلة خالص ارسم شكل جيد ارسم زخروفي على الستيراتور او البنتل وتعال اخده هنا فاي حاجة تحطها هتبقى معك في المستربيج ارجع تاني المستربيج اشيل كل ده انا مش محتاج دول كليك مش محتاج الشكل اللي انا عملته ده انا بس عملت حاجة بالمنظر ده طيب ما زلنا بنتكلم دلوقتي انا الرقم عندي باللغة العربية ازاي اخليه باللغة الانجليزية لو انا حابب او ازاي اغير حتى شكل الرقم نفسه تعال هنرجع تاني للا ماستر دلوقتي انا عندي الرقم زي ما قلنا اما جيت وضحته وشفته لقيته انه جاي باللغة العربية اعجز اخليه باللغة انجليزية تعمل كليك كده وتضغط على كونترول تي او كماند تي عشان يفتح لي الكاركتر معروفة بالنسبة لنا فلستريترو فلتشوب وهنشرحها برضه بالتفصيل في الدروس الجاية وهاجئ اضغط هنا اروق عندي الديجت واختار الارقام هو عندي هنا الديفولت بتاعي الارقام الديفولت طبعا انا خليها باللغة العربية Arabic يعني هيجب لي الارقام الانجليزية زي ما احنا عارفين العربي هو الانجليزي والهندي هو العربي اللي احنا بنستخدمه فانا اضغط كده Arabic وارجع تاني الصفحات بتاعي هلاقي ان فعلا الترقيم بتاعي بقى باللغة الانجليزية لو انا كنت عايز القصة دي تحصل من الاول باللغة الانجليزية بدل ما انا اروح هنا واختار الرقم بعد ما تعمل تفتح مؤشر الكتاب او تفتح كتلة النص هنا قبل ما تكتب اي حاجة او تعمل الامر بتاعك اختار هنا في اللانجوش خليها باللغة الانجليزية هي كتب العربي خلي بالك الموضوع دا مهم جدا وهيبقى ليه درس خاص بي برضو هنا هتلاقي جيبت اعداد الكتابة بقى عندي انا Arabic برضو لو اخترت English دا هي هيها اللي هنا هي اللي هنا هيكتب لي باللغة الانجليزية مباشرة بدل ما اروح اعمل كل الحركات او كل الخطوات دي فليك حرية الاختيار طيب الكلام دا لو انا خليته بالانجليزي خلينا نرجع تاني معلش بالعربي هرجع تاني للمستر بيتش بتاعي اعايز اخلي الرقم بالعربي او يبقى ارجع تاني هنا اضغط هنا وخليه هندي تعال ان بص هنلاقي رجع تاني بالعربي ولكن العربي دا شكله مش عاجبني رقم 20 مش عاجبني ساعات فيها رقم بتبقى بايخة رقم الاثنين شكله ورايب من رقم التلاتة وانا مش عايز كده يبقى اعمل ايه بترجع الاستخدامك للخط انا هنا لقيت ان الخط اللي عندي هنا اسمه ايه اسمه ادبوك ارابيك انا مش عايز الخط دا مش عاجبني ففي الحالة دي تعمل ايه اروح اعمل اختار خط تاني حسب الخط اللي انت بتستخدمه واجه على اعمل select على الكتلة النص بتاعي وغير هنا نوع الخط بتاعك في خطوط يا جماعة في اللغة العربية ما بتكتبش عروف انجليزي او عفوا ارقام انجليزي بتكتب بس ارقام عربي والعكس فانت اختار خط تكون عارفه بيكتب عربي كويس او بيكتب عربي انجليزي مع بعض يستحسن طبعا يكتب عربي انجليزي مع بعض انا مثلا فيه خط باستخدمه اسمه din ما اعرف ان الخط دا شكل كويس بالنسبالي وانا بحاب بس انا استخدمه فهاجي كده واختار الخط دا لقيته عملي حاجة زي كده تعال بص هنا لقيت الرقم تغير بالمنظر دا فاصبح ان انت تقدر تغير الترقيم وتغير نوع الخط طبعا دي حاجة ترجع لك شكل الاتنين شكل الزيرو شكل الحرف نفسه او الرقم نفسه دي طبعا ترجع لموضوع ان انت بتغير اساسا شكل الخط او اسم الخط نفسه ان انت تيجي تغيره من هنا طبعا حسب ما انت عايز طبعا مش حد يقول لي وانا كل شوية هاعد اعمل كده واختار الخط لا انت ممكن تعمل حاجة كويسة برضو بالنسبالك انت حسب ما انت عايز اكتب هنا الخط نفسه او الرقم اكتب مثلا التسعة وليكن من اعجز الخط وليكن مثلا انا هنا لقيت ان الخط ده ده المناسب بالنسبالي بعد ما عدت اختارت 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 بعد ذلك انت عارفت ان نوع الخط ده الرقم فيه بالمنظر ده تعالي على حرف ايه وانا هنا بعد دات الايدروبر واختار نفس الخط او اخذ نفس الشكل ده فدي طريقة سريعة لو انت حابب ان انت تختلف بسرعة طيب كده انت هنا من موضوع الترقيم بس أرقم في الصفحات نحية اليمين تحلق الصفحات رقم الصفحات اليسار لا يوجد أي ترقيم له لأن اضغط الرقم فقط لغير الصفحات نحية اليمين سأضغر أمسك هذه الكتلة لا أذهب لقائمة Type اضغط على Shift-Alt ودراج اسحب أول ما أقربت هو لأن الكتلة بالضبط في المنتصف عشان يبقى ذلك دلوقتي تروح للترقيم ستجد أنه حصل هنا 20 و 21 و 24 و 25 و كذا شغل دماغك يمكن أن تخلي الرقم هنا تجد رقم و تجد رقم التعدي حسب ما تريد اشتغل هذا بالنسبة للترقيم هناك من سيقول لدي صفحات وليس أرقمها بمعنى أنا لدي صفحات أول صفحة في الكتاب درقم واحد ولكن هذه أول صفحة في الكتاب لا أريد هد فيها ولا أريد رقم الترقيم وكأن الصفحات بعدها المقدمة لا أريد كل اللي فوق ولا أريد الرقم التحط اضغط على الصفحة الان ونزل من لجميع الصفحة الان ونزولها دراعتني والدراتي عايز الصفحتين مع بعض واضغط كونترول أو كماند اضغط اضغط كونترول اضغط التجليز على الصفحتين واخد الصفحتين واخد الصفحة بيضا الدراتي الترقيم ودراتي الموضوع الهد لو عندك اكتر من صفحة بلاش تعد بقى تعمل select يبقى احنا عارفنا انا اضغط كده كده وكده وكده والكل اللي انا حددته ده اضغط هنا واقول له لو سمعت خليه تابع apply master page اقول له خليه تابع للصفحة non بدل ما اقعد اعمل بايد واسحب الصفحة يبقى انا كده فهمت الموضوع ماشي ازاي برضو عندي الصفحتين دول زي ما قلنا يبقى انا تعال هنا اسحب الصفحة البيضة non بالمنظر ده وسحبها برضو هنا كده يبقى انا داريتها يبقى دلوقتي الترقيم عندي جاهز برضو عندي صفحتين دول خليني بس اعملهم عشان اريكم حاجة مهمة دلوقتي هتحصل عندي كده كده وعندي كده يبقى انا داريت كل ده طيب نيجي هنا بقى ده مثلا هنفترض ان ده بداية الكتاب بتاعي هنفترض ان البداية الكتاب هتبتدي من هنا ولكن لو تلاحظ البداية بقت صفحة رقم تمانية معنى كده ان هو بيعد صفحات دي يعني دي بقت واحد بالنسبة له ودي اثنين ودي تلاتة ودي اربعة وجي على دي خلاها تمانية اوقات في عميل بيرضب كده او بيبقى عايز كده حسب الصحة والغلط وفي عميل يقول لك لا الصفحات البيضة كلها اللي عدت ما تحسبهاش في الترقيم انا عايز ابتدي الترقيم من هنا يبقى ده رقم واحد مش رقم تمانية طب في الحالة دي اعمل ده ازاي قالك روح للصفحة اللي انت عايزها تبتدي فيها الترقيم انا عايز صفحة رقم تمانية اللي هي دي اضغط على سلكت بالمنظر ده اهي عملت على سلكت وتعالى الايكونة الصغيرة عندي هنا واقول له لو سمحت اعمل لي numbering and section option هضغط كده هيطلع لي مربع او direct box اللي عندي ده هنا ال direct box ده مهم جدا بالنسبالي عايز تعمل ايه بيقول لك انا شغال في المستند ده automatic page number يعني برقم لك بطريقة automatic اقول له لا انا عايز اعمل ترقيم ابتدي حسب ما انا عايز فاضغط هنا على start page number وخليه رقم واحد زي ما هو يعني بقول له ابتدي رقم واحد من اول الصفحة اللي هي رقم تمانية تمام طبعا عندي هنا برضه اقدر غير ال style بتاع التكست نفسه او بتاع الترقيم هو انا شغال 1 2 3 4 انا ممكن اخليه بالمنظر ده 0012 اخلي ABC اخليه Arabic ابجد اخليه الحروف الرومانية وهوريكو دي ممكن تستفيد بها في ايه فانا هضغط هنا خلاص خليه صفحة رقم تمانية تبتدي اللي هي تبقى رقم واحد واقول له اوكي هيطلع لي ال direct box ده خلي بالكو عشان في ناس بتهمي للرسائل اللي بتطلع دي والرسالة دي مش معناه ان في خطأ لأ هو هنا رسالة تحذرية عرفت انين رسالة تحذرية المسلس الاصفر ده ده رسالة تحذرية يعني هو هيكمل الشغل معاك عادي مش هيقولك لأ ولكن هو بيحذرك بلك خلي بالك انت الصفحة رقم واحد اللي انت طالبها تبتدي من هنا انا عندي اريدي الملف فوق صفحة رقم واحد يبقى انت كده عندك صفحتين برقم واحد اقول له ما اعني مشكلة كامل وانا هعالج الامر ده فيما بعد هقول له اوكي وبعدين هقول له اوكي هلنا نروح للصفحة رقم واحد اللي هي بقت صفحة رقم تمانية اصبح انها جدت بالمنظر ده ابتدت معايا الصفحة رقم واحد بالمنظر ده يبقى انا عندي واحد بعدين بدأ اثنين ثلاثة وآكذا ولكن انت ترحظين حاجة الصفحة رقم تمانية جابها نحية اليسار بالمنظر ده لي لان انا كنت وقف على صفحة من ناحية اليمين وده غلط لازم ما بتدي ارقم سيكشن جديد هيبقى عندي البداية تبقى صفحات ناحية اليسار فانا هارجع كنترول زد تمام واختار صفحة تانية غير صفحة تمانية خليك في الصفحات اللي هي ناحية اليسار فانا هاي غير صفحة رقم تسعة واضغط تاني هنا نتبقى نامبرنج اوضغط تاني هنا نامبرنج اوضغط تاني هنا سمعت خليلي دي رقم واحد اوكي 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 اى فعلا نحفظ عليهم وبدأ الصفحة رقم تمانية هي هي لي بقت واحد وابتدأ يرقم عادي جدا بقت دي واحد وبقت دي اتنين تلاتة واكذا وحفظ على الفوق زي مهمة اللي هما كانوا من غير ترقيم هما بدون ترقيم زي مهمة ما حصلش اي مشكلة طيب بالنسبة للحطة الارقام اللي احنا شفنا من شوية اللي هي هنا انا ممكن اخلي مثلا ساعات اوقات بيبقى اول صفحات بدل ما انا خليتها لونها ابيض او ترقيم بتاعها من غير ترقيم ممكن اخلي الصفحات دي بس تبقى واخدها مثلا اي بي سي حلو وبعدان يبتدي يرجى يرقم من اول واحد اثنين ثلاثة اربعة فاصبح ان حتة السكشن دي مهمة جدا جدا اعرفوها وهنصلط الدوق عليها اكتر في الدروس المتقدمة عشان ما اعمل لكش حشو لدماع دلوقتي خلينا في الاساسيات ولكن نفهم من كده ان انا اقدر اعمل سكشن وابطيه السكشن ده حسب الترقيم اللي انا عايزه انا هنا بدأت الصفحة رقم تمانية خليته يبدأ لي هو من هنا حسب الرقم اللي انا عايزه جميل طيب هتقابلني مشكلة تانية لو انا عندي تعالى بقى انشوف الحتة دي لو انا عندي ملف زي ده حلو دي مجلة عندي بالمنظر ده عندي اهو صفحات كده اهو 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 موضوع الكماندو زيرو بيجيب لك طريقة العرض في الصفحتين كده لو انا واقف بالماوس انا عملت سليجت على الصورة دي مثلا وعايزها هي اللي تبقى زوم ان على طول بدل ما ابتدي اصغر وكبر فاضغط على كوماند او كنترول مع رقم اتنين جابها لي على طول بالمنظر ده يعني لو انا واقف على حاجة تانية بالمنظر ده هيبتدي يجيبها لي زوم على طول المهم عايز ارجع تاني اجيب صفحتين مع بعض يبقى اضغط كنترول او كوماند زيرو يجيب لي الصفحتين مع بعض بالمنظر ده طيب انا عندي هنا حاجة جميلة جدا انا عندي رقمت عملت تعال كده المستربيج انا هنا رقمت عندي حاجة بالمنظر ده حطيت رقم ان طبعا زي ما قلتلك بقى شغل دماغك انا هنا ما حطيتش الرقم في المنتصف انا حطيت الرقم اهو ده الرقم عرفت منين ده الرقم حرف الايه يدل على ان ده ترقيم طبع الايه مستر وهنا حطيت وليا كده هنفترض ان ده اسم الكتاب او اسم المجلة بالمنظر ده وهنا حطيت رقم الاصدار او رقم النشر بتاع المجلة طبعا بيبقى موجود بالمنظر ده ونفس الموضوع برضه في الصفحة اليسار عملت كده حلو انا كده خلصت وروحت للصفحات بتاعي لقيت الدنيا تمام جدا وعندي اهو الترقيم اتنين واسم المجلة والتاريخ وهنا نفس الموضوع وجيت للصفحة اللي بعدها لقيت نفس الموضوع موجود هنا ولكن جيت للصفحة دي لقيت ان الترقيم مش باين ليه لان فيه صورة مغطية على الترقيم هنا هنرجع للحتة اللي احنا اتكلمنا فيها الدرس اللي فات هل هنا وده السؤال ده انا شفته في التعليقات هل هنا اجيب الصفحة النن واسحبها على الصفحة بتاعتي اوكي سحبتها ولكن برضه الترقيم ما بنشي لو جيت حركت الصورة ده الصفحة النن عملت لي ايه دارت لي اصلا ترقيم مساحته يبقى هنا دور الصفحة مش هينفع معك في الحالة دي لشان تعرف الفرق ما بين دو طب ايه اللي ينفع معي في الحالة دي اللي ينفع معي ان الترقيم قريدي موجود ولكن فين لو حركت الصورة الترقيم تحت الصورة طب اعمل ليه في الحالة دي في الحالة دي قال لك يبقى انت هترجع للأمر الثاني اللي احنا اتكلمنا عنه ان انت هتعمل سيكت على الصفحة وتيجي على الايكونة الصغيرة دي وتقول له اوورليد معنى كده ان هو دلوقتي يجعل لي الصفحة دي اقدر اتحكم في الرقم هتقول لي بس برضه الترقيم لسه ما بنشي هنا بقى امسك الصورة الكليمين الرينج وتقول له سيند تواك يعني رجع لي الصورة دي للخلف ليه لان في تحتها نص اما عملت كده اصبح ان الترقيم دلوقتي باد عندي وظهر بالمنظر ده طبعا بقى في الحالة دي تقدر ان انت تتحكم فيه لان الترقيم هنا باللون الاسود وانا عندي البادلة باللون الاسود فمعنى كان انا اعمل دبل كليك وغير اللون بتاعي حسب التصميم بتاعي فهيخليه ابيض عشان يظهر وبرده الجري ده مش عاجبني مش ظاهر فممكن اخليه اي لون تاني وليكن ابيض او اورنج اي لون انت عايزه يبقى انا كده اتحكمت في الصفحة دي فقط لا غير بالنسبة للترقيم بتاعها عشان يظهر على البادلة بالمنظر ده او التصميم اللي عندي طبعا الباقي زي ما هو انا مش قادر اتحكم فيه لان انا بس عملت تحرير للصفحة دي فقط لا غير فقدر ان انا احرك احذف حسب ما انت عايز ده كان موضوع الترقيم ازاي اعمل ترقيم للمرف بتاعي وازاي اعمل الترقيم لكل سيكشن حسب ما انت عايز ما تقلقوش في اسئلة كلها انا بتبحها بالنسبة لموضوع الدروس اللي فاتت ولكن خلي كل حاجة لوقتها انا شفت سؤال بيقول ان هو دلوقتي عمل اكتر من صفحة جنب بعض لو عملها بنظام فلاير او انا عايز اعمل فلاير تي فولد جنب بعض وما بيجي يعمل برينت او يجي يعمل اكس بورت بتطلع كل صفحة لوحدها هو عايز الترث صفحات جنب بعضيها ما تقلقاش كل ده خليه حسب وقته عشان مشغلكش بامور تانية خلينا ماشين بالترتيب عشان تبقى الموضوع بالنسبة لك سهل واوعدكم في نهاية الكورس هتلاقي كل الاجابات اللي بتدور في بالكو ان احنا شرحناها بالتفصيل الممل تنظروا ان شاء الله في الدرس الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته